اكد سموب الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أولى فئة الشباب جل اهتمامه ورعايته السامية لهم من أجل تهيئة الطريق أمامهم ليكونوا صناع المستقبل في ظل الدعم والمساندة من قبل صاحب السموب الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والذي وضع سياسات وخطط استراتيجية وطنية واضحة لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية وضمها في برنامج عمل الحكومة الموقرة للسنوات المقبلة وقال سموب الشيخ ناصب الحمد الخليفة في تصريح لسموه بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي يركزه هذا العام على مسارات الشباب الرقمية للتنمية المستدامة إننا نؤمن بأن مستقبل المملكة بيد شبابنا لذا فقد اختطت مملكة البحرين نهجا ثابتا لها نحو زراعة الأمل في نفوس الشباب البحرينية عبر العمل على تمكينهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزيز مهاراتهم وليس ثم تستثمار أفضل من مساعدة الشباب على تطوير قدراتهم والاستماع لهم والإنصات لأفكارهم وأضاف سموب الشيخ ناصب بن حمد الخليفة إن يوم الشباب الدولي يشكل فرصة متميزة لتعزيز الإحاطة بالشباب البحرينية ودور مهم في الحفاظ على سمعة المملكة وصورتها الناصعة وتعميق معرفتهم بالمسؤوليات المكلة إليهم فهم مدعوون إلى تقديم رؤى جريئة وحلول مبتكرة باعتبارهم الطاقة والمحرك الرئيسي للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة ولقد طرحت المملكة العديد من الفرصي أمام الشباب وعليهم اقتناصها وتحويلها لنقاط انطلاقة نحو المستقبل وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نؤمن بالدور المهم للشباب في الإسهام في دفع مسيرة تقدم المملكة وتحقيق رؤاها إننا نرى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح فريق البحرين من أجل الأخذ بيد الشباب ومساعدتهم للقيام بدورهم الحيوي في الانتقال الناجح نحو عالم أكثر استدامة وإكسابهم المهارات اللازمة التي تتوافق مع التطور الحاصل في العالم والتحول إلى الرقمنة باعتبارها من متطلبات التنمية المستدامة وحي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الجهود التي يقوم بها الشباب البحريني في مختلف المواقع وقال إن الشباب البحريني شركا في تقدم المملكة ونشيد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الشباب وحرصهم الموصول على الارتقاء بمملكتهم وإننا على يقين تام بقدرة الشباب على تحمل المسؤولية والمضي قدما نحو ازدهار المملكة وتنميتها